يسعد اخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات ان يقدموا لكم هذه المادة ربنا يجمعنا على خير ان شاء الله وان شاء الله معكم على الهوى ان شاء الله مباشرة كل يوم بعد صلاة العصر ان شاء الله في برنامج روائع القصص نلتقى ان شاء الله من النهاردة لحد اخر رمضان مع روائع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بداية قبل ان ابدأ للحلقة من باب الوفاء بحب اترجع بشكر خاص لصاحب السمور الشيخ محمد بن راشد المكتوم امير دبي ورئيس الوزراء والقائمين على الجائزة دبي الدولية الكرآن الكريم وعلى رأس المستشار ابراهيم بن محمد بوملحة على حسن الاستقبال والضيافة في دبي جزاهم الله خيرا وربنا يجعل هذه الدعوة في ميزان حسناتهم اجمعين تعالوا نكمل يا حبيبنا مع قصة اصحاب الاخدوط احنا قلنا ان احنا عايزين ننطقي من روائع القصص الكرآني والنبوي ما نستطيع ان احنا من خلاله نتعلم الدروس والعبر محتاجين احنا يعني مش هنحكي نقول كان يا مكان وبعدين نحكي كل يوم حدوطة انا ممكن احكي كل يوم حدوطة يعني ممكن اقولك النهاردة قصة اصحاب الاخدوط كان في ساحر الساحر ده كان موجود عندي مالك ولما الساحر كبر قال للمالك هاتلي غلام عشان عليهم السح فجاب له ونحكي لك حدوطة كلها وعين في الاخر حلوة ولا ملتوط لأنا مش عايز النظام القصص المنظر ده سامحوني همشي ببطء شوية لكن علشان نستلهم من هذا القصص الدروس والعبر التي نستفيد بها في حياتنا وفي ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى كلمنا في السبع لقاءات اللي فاتت في رحاب قصة اصحاب الاخدوط والقصة باختصار شديد جدا عشان اللي ما شافش الحلقات اللي بكده يتواصل معنا لحد دلوقتي ان كان فيه مالك والحديث طبعا نروا مسلم وده من الاسرائيليات الصحيحة الثابتة التي جاءت بوحي من الله الى رسول الله متصال عليه صلى الله عليه وقاله وسلم الكصة بتحكيه في عجالة سريعة جدا ان كان فيه مالك من الملوك في بني اسرائيل والحقيقة هو المالك ده كان في الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة ديت فالمهم هذا المالك كان عنده سحر وانت عارفين الملوك في الغالب كانت في الوقت ده كانت تحتاج الى السحر في كل شيء السحر كبر في السن بدلا ما يقول مثلا اتوب الى الله وارجع الى ربنا سبحة تعالى واسلم وبقى كويس كده لأ عايز يستمرد سحره والشر من بعضه بعد موته ولا حبل الى القطلباء وانطبق عليه قول النبي على السلام شروا الناس من طال عمره وساء عمله المهم الراجل قال للمالك كان عايز غلام صغير اعلمه السحر ليه غلام صغير لان ماشاء الله التعليم في السحر كان نكش على الحجر هيتعلم بسرعة هيفهم بسرعة هيحفظ بسرعة هيعيش معك سنوات طويلة هتنتفع به يبقى كده مش هتبقى محتاج لأي حد تاني فالمهم جاب للغلام الغلام كان بيروح من عند اهله يعد على السحر قدر ربنا سبحانه وتعالى في طريق الغلام ومهما معدي ربنا يقدر ان يكون في طريقه راهب والراهب ده يكون موحد فلاقا الراهب فتح الباب من حب اللي استطاع دخل سمع من راهب كلمات التوحيد الجميلة الباهية الصافية التي تثلج القلب فالمهم بعدما سمع كلمات التوحيد ده رحل السحر دعا بيسمع عند السحر كلمات كلها سحرية وكفرية وطلاصم وحاجات كده فقلب الغلام اشي يعني يعني بقى في حكتين بقى في حق وبطل فلابد ان ينفصل الحق عن البطل وان كان الغلام فطرته تميل الى الحق فالمهم ايه اللي حصل الغلام ربنا قدر طبعا برضو علامة عشان تظهر له الحق ده وهو معدي فيهم اليوم خارج من بيته ورايح عند السحر فلاقى فيه دبة معطلة طريق الناس ومنعهم من المش الدبة ديت كما جاء في الوقت طبعا ان هي اسد فغلام صغير يعني حوالي تسع سنين يعني ما يعديش كده انه غلام من تلاتة لتسعة فالمهم فالغلام راح ماسي كتوبة زنططة كده على قد ايده الصغير الحلو ديت وراح قال اللهم ان كنت تعلم اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر السحر فاقتل هذه الدبة وقدم الراهب على السحر لان فطرته تميل الى التوحيد وفطرت اي انسان تميله الى التوحيد كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولده على الفطرة فابواه لما يكبر بقى فابواه اما ان يهوداني او ينصراني او يمجساني فالغلام مسيك الطوبة قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر السحر فاقتل هذه الدبة فرمى الطوبة صاردت فقتلت الدبة للأسد يعني ودي كانت كرامة من كرامات هذا الغلام وانحنا كانوا في الحالة اللي فاتت لو تذكروا عن كرامات الاولياء ويهي الحكمة من وجود كرامات الاولياء صلى الله عز وجل ان يجعلنا من اولياء الليها عز وجل سواء كان ذلك بكرامات او الكرامات الممن نكون اولياء لله سبحانه وتعالى الشاه بقى ان الغلام بعد اما حصل الموقف دو وربنا اكرمه واتقطرت الدبة دي طرح رايح على الراهب عايز يحكيله بقى ان فعلا انا عرفت ان انت اللي على حق وتأكدت وكانت فطرطي بتقول لي كده لكن بس كنت محتاج على ما تدلني على انك انت فعلا اللي على حق الساحر ده على باطل فرح قال له ايها الراهب استاذه طبعا وشيخه قال له حصل كذا وكذا وكذا وانا قلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فقتل هذه الدبة فقتلت الدبة الشيخ بتاعه اللي هو الراهب حس فعلا بان الغلام ده فعلا وصل لمرحلة عالية جدا جدا وان ربنا اكرمه بهذه الكرامة فقال اي بني انك اليوم انت اليوم افضل مني بلغ من امرك كما ارى طبعا ده درس جبير جدا جدا واحنا قلنا واتفقنا ان احنا هنقف مع كل لفظة وناخد منها الدروس والعبر درس اليوم اللي هنقضه من القصة دي جماعة درس التواضع درس التواضع وما اجمل ان يكون الانسان متواضع ويا سلام بقى لما يكون الانسان ده منزلته كبيرة جدا ومتواضع من صفات الحق شلو على ولله المثل الاعلى ليس كمثه شيء وهو السماع الوصير من صفات المولى عز وجل انه الودود الودود معناها انه الذي يتودد الى عبادي وهو غني عنهم هو الغني ونحن الفقراء هو العزيز ونحن الأذلاء هو القوي ونحن الضعفاء هو الغني ونحن الفقراء يعني فتخال لما الغني العزيز القوي يتودد الى الذليل الضعيف الذليل يعني الفقير يعني مين محتاج مين فبتبقى جميلة ولها بهاء وجمال ولله المثل الأعلى تخيل حضرتك لو واحد مثلا وزير وماشى في الشارع بيكلم راجل فقير جدا وبيقول له والله ده أنا بحبك جدا وليك مكان وليك مكان عالية جدا عندي وكذا 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 وجزاك الله خير ميد لا مش عايز ما ينصيب ربنا مرفيك فشو بقى تخيل بيبقى لها جمال وبهاء رهيب جدا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى فشاهد ان الشيخ اللي هو الراهب ده بيقول للي تلميزه بيقول له أي بني أنت اليوم أفضل مني بلغ من أمرك ما أرى خب بله بقى ده درس كبير في التوضع لأنه يقينا الراهب أفضل من غلام ده شيخ ده أستاذ وده تلميز فيقينا الأستاذ أفضل من التلميز والشيخ أفضل من الطالب لكن من توضع هذا الرجل وقد حضنا الإسلام وحضنا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم على التوضع قال صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك أحق القول قول رب جل وعلا قال جل وعلا وخفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا يا مؤمنين من يرتد منكم عن دينه فأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لوم تلائم الله أكبر أول صفة أذلة على المؤمنين تواضع وحب وعدم كبر ولا تعالي على إخوانه المؤمنين الذين يحبهم في الله سبحانه وتعالى وشو بقى حديث النبع السلام التي تحض الإنسان على التواضع قال صلى الله عليه وسلم الحديث رو مسلم إن الله أوحى إلي أن توضعهم خب بالك حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد الله أكبر النبع السلام بيقول إن الله أوحى إلي أن توضعهم يا ناس عايزين التواضع مش عايزين حد يكون عنده شيء من الكبر وهتشوفه دولها تعواقب الكبر شيء يعني ربنا عافينا عافيكم يمكن ذكرت أنا حوالي 24 عقوبة للمتكبر في كتاب موسوعة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أشياء يندل الجبين أشياء يعني تشاي بالرأس لكن هنذكر بعضها في وجالة سريع كده في آخر هذا الدرس إن شاء الله فالتواضع التواضع عن الإنسان يكون متواضع الإنسان لما حتى يعبد ربنا سبحانه وتعالى من تواضع الإنسان إنه ما يشوفش حق ليها على الله بسبب هذه العبادة يعني ما يجيش واحد يقول إليه أنا لسه مصلى ربنا العشاء فلو سألت الآن لابد يجيب ولابد أن يعطيني لا اوعتر لنفسك حقا على الله نحن ليس لنا أي حق على الله بل لله الحق علينا في كل شيء هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا ورزقنا لعمة ولذة الإسلام ولذة الطاعة وجعلنا من أدباع النبي وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فله الحق جل وعلا فله الحق سبحانه وتعالى وجل جلاله ألا له الخلق والأمر مدام هو الخالق بهو الآمر ومدام أمر نطيع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم يبقى إن الله أوحى لي أن توضعه وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم خب بالك بقى كل ما هتتواضع كل ما هتزداد رفع عند الله وعند الخلق إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من تواضع وما تواضع عبد لله أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وفي رواية في حديث كدسي أن المولى عز وجل قال من تواضع لي هكذا رفعته هكذا كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بأبي هو أمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى التواضع إن إنسان يكون متواضع ما يكونش متواضع تواضع الكبر إيه ده؟ فيه تواضع الكبر طبعا فيه تواضع الكبر إزاي؟ إن أنا يكون قاعد مع الناس واجهى تكلم ولهم والله يا جماعة الحمد لله رب العالمين يعني يسأل الله عز وجل أن يوزحنا الإخلاص والله أنا لا عندي علم ولا عندي أي حاجة ولا عندي أي شيء ولا حتى يعني عندي طاعة لله ولا بأعمل حاجة ده أنا مقصر جدا ده أنا عشان هم عشان أنا عايزهم يقولوا يا راجل معقولة طب ده أنت ما شاء الله في الطاعة وفي العلم وفي الدعوة وفي كذا ده اسمه تواضع الكبر إنما التواضع إن أنت تحس من جواك فعلا إن أنت ليس لك أي شيء وليس لك أي قدر شفت ده فتزداد رفع تنعين ده الله الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الوسعة كان يقول في آخر أيامي والله إني منذ أن أسلمت إني حتى الآن ما زلت أصحح إسلامي تخيل حضرتك يعني راجل بالمرتبة اللي مش عايزين نتكلم يعني نقول مرتبة الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام قديه ورغم زي جويل ما زلت حتى وقت هذا ما زلت أصحح إسلامي وما أعلم حتى الآن أني قد أسلمت إسلاما جيدا ده الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة تعالي نسمع كلام من نبع السلام وتشوف نبع كان أحوال عملة زي في موضوع التواضع يا جماعة لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرة معلش أستاذينا كميداني في عندي دبشة جامدة أو في السودة اللي مش عايزة أتكلم فبعد إذنك بس تشوف في حد وراء عامل دبشة جامدة جدا ربنا بير فيك ربنا بير فيك حديث روالي بخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه مر على حديث روالي بخاري مسلم أن أنس بن مالك مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي يفعل ذلك كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وقاله وسلم تخيل حضرتك يعني يشوف بدا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي فيشوف صبيان صغيرين ممكن ناردة واحد داعية يكون ماشي فلقى شوية صبيان صغيرين يقول لك أنا هسلم على صبيان معقولة يعني رجل داعية ما سلمشي على الناس كبار وشافي لا امشي وسلم على صبيان الأطفال الصغيرين يعني ما شاء الله لما يلاقوا واحد داعية أو إنسان مسلم وملتزم ماشي ما شاء الله بيسلم على كل من حوله باسم الله ما شاء الله دي بتكون سبب في حب هذا الطفل الصغير للإسلام والدين والمتدينين فدي بتكون ثمرة طيبة تربية بتغرسها في نفس الطفل ولذلك بعض ناس اللي بييجي مثلا طفل بيصلي في المسجد يطردوا من المسجد وأنهروا الطفل بيطلع متعقل من المسجد وكاره المسجد وكاره أهل الدين إنما احنا نقول إيه نقول آه لو كان الطفل مثلا بيعمل دوشة ولا بتاع نعلمه نقول لحبيبي ده احنا ببيت ربنا وبنصليه ما يصحش أن تعمل دوشة ديت عشان ببيت ربنا وبنصليه طب الطفل ما بيستجيبش خالص بالمرة ماشي نوصي والده ان هو يوقف في مكان قريب بينه عشان ما يمعملش دوشة طيب ما نخلي الأطفال صف واحد آه دا لم يكن يعني مش هو دا الصح إنت لو خليت الأطفال كلهم في صف واحد هيعملوا دوشة مع بعض يلا ما نعمل ايه في الوقت داوة بالعكس خلي الأطفال مدام الحمد لله لطفل بلغ سمع سنين أو عشر سنين خليهم منتشرين بين الصفوف وهو لما يلاقي نفسه بنجن بحد كبير مش هعمل دوشة لما لما يكونوا عفوا مع زميل ومسا برد عدد سبع سنين هيقعدوا بقيا العبوا سيجا وصلتح وكيك على العقل وكيك على الواطل واستغماية ويخبطوا ببعض ومش هنعفوا نصليحنا يعني فشاف الموضوع ان معاملة الأطفال المطلوبة ان احنا نحسن في معاملة هؤلاء الأطفال طيب شوف حديث ثاني عن أنس بن مارك قال إن كانت الأمة الحديث روال بخاري إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت مش تأخذ بيدها يعني تمسك بيدها يعني تريد أن تخلق النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه في أمر فكان يسير معها في أحد شوارع المدينة حتى تقول ما شاءت وتسأل فيما شاءت ثم انتركوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نشوف ماذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش بقى أنا دلالة اعتبر نبي هذه الأمة وحاكم الدولة ومش معقولة يعني أمام الإماء أمام مش حرة كمان أمام الإماء تيكلمني لا لابد أن يكون هناك حاجب ووزير ولا بد أن تقدم الطلب على ورقة مكتوبة وعرض حل دمغة وحاجات كده لا ده النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف بقى حال بقى النبي عسلم ده كان حاله بره البيت حاله بره البيت لو كانت أمى عايزة النبي عسلم في الموضوع كان يفضي نفسه ويفرغ نفسه للأمة دي عشان يسمع كلامها ويشوفها عايزة إيه وطلبتها إيه ولو كان معدى على أطفال صغيرين كان يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسلم على صبيان وصبيان يردونا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان وتعرف مدى رحمة الدعية وحنية الدعية وصدق الدعية في دعوته لما تلاقي الأطفال الصغيرين حبينه إزاي الطفل بطبيعته يحب الحنية ويشعر بحنية لقدامه ولما يحس ان القدامه ده حنين بيقرب له ويقعد معاه ويقعد جنبه ويسأله ويدردش معاه ولما يحس ان ده فظ وغلز يشوفه من شارع ويجري يعني كان زمان يعلمونا وليه أجري مطالما هو مدرس رحيم وإنسان مهذب وإنسان طيب ما أنا قبل وسلم عنه وقبل إيديه بدل ما أجري منه يعني خدت باركه من وجهة النظر المهمة ديت فسبحان الله ده بداح حال النبي برا البيت طيب كان حال النبي جوه البيت إيه خب بارك بأمنا عائشة كما في الحديث لذلوال بخاري سئلت أمنا عائشة قيل لها ما كان النبي يصنع في بيتي ما كان النبي يصنع في بيتي قالت كان يكون في مهنة أهلي خد بارك فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة إيه في مهنة أهلي بيتي كما ورد في رواية أخرى كان يركع ثوبة وكان يخيط ثوبة ويركع نعلى ويفعل كذا ويفعل كذا صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتواضعين الذي قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله الله في النساء يعني أنت نرد احنا في رمضان اوه فمن باب التواضع انت جاي من الشغل كمان شوية داخل على زوجتك وعلى بيتك اول ما تخش السلام عليكم حبيبتي ازاي صحتك عامل ايه و احنا قلنا لما تجي داخل بيتك حكتم ما تنساومش بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبع السلام اخبر ان فيه شياطين وقفة مستنياك فاول ما تقول بسم الله انت بتفتح كده الشيطان يقول لا ما بيت لكم فاذا دخلت وجيه وقت الافطار وبتفطر وسميت الله ولو سلمت على اهل بيتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لانس ابن مالك يا بنية اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى اهل بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفت تواضع النبي في بيته ادي بره بيته و ادي جوه بيته طيب في المسجد يعني شفت تواضع النبي بره البيت و شفنا تواضع النبي جوه البيت تعالنا نشوف تواضع النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم حديثنا مسلم عن ابي رفاعة تميم ابن اسيد أنه قال انتهيت إلى رسول الله يعني مشيت في المسجد لحد ما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه أنا رجل غريب وجاء يسأل عن دينه فاعلمني فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من عن المنبر مقصوص شوف التواضع يا أخي سبحان الله شيء فوق الخيال تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه وترك خطبته حتى وصل إلى يعني أبي رفاعة فأحضره كرسيا للنبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه طبعا كان متعب أو مريض أو كان في آخر سنه صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه فوضع له كرسيا فجلس النبي على الكرسي وظل يعلم الرجل دينه صلى الله عليه وسلم ثم انصرف بعد ذلك إلى المنبر وأكمل النبي خطبته أنا مش لاقي كلام أعضر به عن المواقف ده مواقف ده الوحد وعايز ده درس الوحد والله العظيم ثم أكمل النبي خطبته صلى الله عليه وسلم شوف من توضع النبع السلام كان إذا أكل بعد الأكل لعقة أصابعه الثلاث وإذا سقطت لقمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض ونفضها وأكلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها وليدعها للشيطان تعالوا نشوفوا النبع السلام بيتكلم عن نفسه بقى إزاي احنا شفنا حاله في الشارع حاله في البيت حاله في المسجد تعالوا نشوف لما النبي بقى صلى الله عليه وسلم من غير بقى الأحوال والأعمال تعالوا نشوف لما يجي يتكلم عن نفسه شوف التواضع بتاعه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم قالوا حتى أنت يا رسوله قالوا حتى أنا رعيت الغنم لأهل مكة على قراريت قراريت مش قراريت أرض يعني قراريت دي كانت عملة صغيرة جدا وضئيلة جدا لأهل مكة زي مثلا كان عندنا زمان مثلا إيه المليم والنكلة والحاجات بتاعت تعيدنا زمان يعني فكان رعاها لأهل مكة على قراريت صلى الله عليه وسلم يبقى ناخد من درس من كلمة الراهب للغلام درسين الدرس الاولاني التواضع الدرس الثاني تشجيع طلبة العلم انت تشجه طالب العلم وتتحول بقدر إن كان انت يعني لما تلاقي طالب علم نجيب شجع وقوله ماشا الله بارك الله فيك الله اكبر تعالي حبيب ان شاء الله اخدمك في المسجد الفلاني تخطب الخبه فلانيا تعالي ان شاء الله في اليوم الفلاني هقدمك في الدرس التاعي تقول درس معين ما شاء الله ما شاء الله بيت كويس جدا ابني يا ريت تستمر شجع طلبة العلم ربنا بل فيك طب ايه اكتر مجال بنحتاج فيه التوضع مجال الدعوة مجال الدعوة الى الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا خب بالي بقى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ده صفات الدعاية الناجح افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت قال بعدها فذكر فذكر انما انت مذكر ايه علاقة الابل والسماء والجبال والارض بالدعوة قالك كأن المولى عز وجل يقول لك اذا اردت ان تكون انجح دعاية في العالم فلابد ان تتصب بصفة صبر الابل صبر الابل على طلب العلم صبر الابل على العمل بهذا العلم صبر الابل على الدعوة الى الله و صبر الابل على الاذى المترتب على الدعوة الى الله يبقى صبر الابل سموه السماء ان انت تكون بتدعو من اجل الله لا من اجل الدنيا ولا حطان الدنيا ولا غير ذلك الدعوة تكون خالصة لوجه الله ثالث حاجة ثبات الجمال وانت باشي في طريق دعوتك اكيد هتقابلك عرقيل ومشاكل وحاجات يعني ربين عافين عافيك واسألوا اي داعية يعني بقالوا سنوات طوالة في الدعوة قلولوا عن العنقابات التي قابلت وما زالت تقابلوا في طريق الدعوة اشياء يعني لو انسان ما عندوش اخلاص هيتعثر مع اول خبطة ويسيب الدعوة لكن لابد ان تثبت على طريق الدعوة اخر حاجة ذلة الارض اللي من يمشي عليها الحد اللي حتى بتكلم معنا اذلة على المؤمنين اعزتنا على الكافرين حضرتك وانت ماشي على الارض في يوم الايام ما حصلش ان جاءت الارض لك لو سمحت انت من مين في مصر عشان تمشي عليها لو سمحت ان تمشيش عليها الارض ما بتقولش كده فهم ازاي ومش الارض بتتكلم عربي زي ما يقوله الناس يعني الارض ايه مذللة لمن يمشي عليها فاذا ايه زي ما الارض يعني متواضعة ولا يمكن في يوم الايام ان الارض تعترض ان انت ماشي عليها فكذلك انت تكون هينا واخفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين طيب تعالوا في عجالة سريعة فاضلنا تسعة تمن دقايق تعالوا في عجالة سريعة نتكلم عن عاقبة الكبر الكبر والمتكبرين مدنة معاستووتش فاضل لتمن دقايق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة صلى على حبيبك صلى الله على سلام عاقبة الكبر والمتكبرين نقولها بسرعة كده في 500 عنصر عشان ما نتقولش على حضرتكم ولا نخليها 12 عنصر عشان خاطركم احنا قلنا احنا ذكرناها في الكتاب في 24 عنصر انا نقلت لكم منهم 12 عشان ما نتقولش عليكم اول حاجة المتكبر وعافان الله واياكم من الكبر ربنا عافين واياكم والله انا عظيم يا جماعة ما في لزة في الدنيا اعظم من ان الانسان كلما يكبر كلما تواضع جميل اوي اوي ان انت تكون متواضع هتقول لي والله انا عظيم ان الناس ما بينفع مع التواضع والانسان اللي بتواضع في الزمن ده بيحصله وبيتعامل فيه اقولك انت بتعامل الناس ولا بتعامل رب الناس انت بتعامل ربنا اللي يجي يقولك اصلا انا ما بعفش اخد حق الا ازا عملت شوية بريستيجي نفسه شوية كبره واقولك سيفك من ده كله انت تعامل الملك جل جلاله انا بتواضع لله انا مليش دعو بقى الخلق يقدروني ما يقدرونيش يدوني حقي ما يدونيش حقي يدوني مكانتي بريستيجي كلام ده كله ما يشغنيش انا كل اللي يشغني ان انت تتواضع حتى تلقى الله عز وجل هو راضي عنك جل وعلا اول حاجة المتكبر ربنا بيحرمه من محبته تعرف تعيش في ارضه يا راجل وربنا ومالك الارض صاحب الارض الملك لهذا الكون جل وعلا بيكرهك سبحان الله قال جل وعلا انه لا يحب المستكبرين ولو كره انسان لو كره انسان ينادي يا جبريل انه ابغضه فلانا فابغضه فابغضه جبريل وينادي في ملكة سنوات السبع يخليهم كلهم يبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الارض ايبا دي اول ثمرة مريرة تاني حاجة الله يطبع على قلبه يا الله لما يطبع على القلب لا يستقبل ولا يرسل لا يستقبل الخير ولا الكرآن ولا السنة ولا الموعظة ولا الذكرى ولا اي حاجة ولا يرسل اي خير لانه خلاص قلب اتقفى الغلف عيازا بالله قال جل وعلا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ويقتالت حاجة الكبر من صفات اهل النار جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الا اخبركم باهل النار معلش في ميدن في حد ورايا صوته عالي جدا انا مش عالف اتكلم منه معلش معلش ربنا بير فيك ميدن عشان بس عافل كامل ربنا بير فيك صوت عندي ورا جامد جدا احنا قدامنا ست دقائق ربنا بير فيكم فرجع نسوم بس ورايا ربنا بير فيك عشان عافل كامل الحلقة تالت حاجة الكبر من صفات اهل النار جاء في الصحيحين قالنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال كل عطل جواز مستكبر مستكبر ده من صفات اهل النار ربنا عافين وعافيكم يا رب العالمين من النار طبعا بقول المشاهدين سمحونا النار ده على الاخباطة اللي احنا موجودين فيه النهار ده ان فيه صوت وده وشجم ده جدا ورايا فانا اسف والله ان كان صوت اصلكم ولا حاجة رابع حاجة من ثمرات المرة للمستكبرين ربنا بير فيكم حال المستكبر عند الموت الملكة تقول له ايه اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكرون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ربنا عافين وعافيكم رقم خمسة لا تفتح لهذا المتكبر لا تفتح له ابواب السماء عند موتي عند خروش روحي قال جل وعلا ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لو دخل الجبل من خرم الابرة يبقى يدخل هذا المتكبر عيازا بالله الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى رقم ستة يحشر يوم القيامة في صورة او في حجم الظر الظر هو النمل الصغير اوي ولكن في صورة الرجل قال صلى الله عليه وسلم كما عند التنميذي بإسناد الحسن يحشر المتكبرون والله العظيم احاديث واشياء تخلع القلب يا جماعة ان الانسان لا يمكن يكون عنده بعد كده كبر تلاح احب يصلي والتاني بيحط رجله لمه وده يستكبر ويستنكف ويبعد ليه عنه ليه ليه تيجي واحد غني بيتعامل مع واحد فقير ويتعامل معه بأنفة واحد صاحب منصب يتعامل مع واحد يلبان كده ليه تواضع تواضع من تواضع لله رفعه الله كلما هتتعضى ربنا اللي هيرفع قدرك في الدنيا وفي الاخر بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الظر على صورة الرجال يطأهم الرجال بأقدامهم يطأهم الرجال بأقدامهم يسقون من ردغة الخبال قالوا وما ردغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار بنا عافين يا رب رقم سبعة أن المتكبر يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسرد صحيح من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان تتحمل غضب الملك جل وعلا تتحمل أن ربني يكون غضبان عليك من يتحمل الكلام يا ربني رقم تمانية الله ينادي على هذا المتكبر تبكيتا ولا ينظر إليه ينادي عليه مجرد نداء يقوله جل وعلا كما عنده مسلم أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون رقم تسعة أن المولى عز وجل لا يكلم هذا المتكبر ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة ويصلت عليه العذاب الأليم الله عليه وسلم كما عند مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال صلى الله عليه وسلم شيخ زان و ملك كذاب وعائل مستكبر وعائل مستكبر رقم عشرة إن الإنسان المستكبر ده هيكون أبعد الناس عن الرسول يوم القيامة معقول قال صلى الله عليه وسلم كما عند التنوذي بإسلام الحسن إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون يا رسول الله قال المتكبرون صلى الله عليه وسلم آخر حكتين الحرمان من دخول الجنة طبعا المتكبر ما هوش كافر إلا إذا كان الكبر ده على الله قل بالك إنما يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين ودي كفاية برضو ما هو حرمان قال صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر آخر حاجة النار مثوى كل متكبر عيزا بالله مدام يشخولش الجنة هي League دوق طعم النار لو كان الكبر فيما أعاد الكبر على الله سبحانه وتعالى فيدخل يعذب ثم يخرج إلى الجنة لكن لو كان الكبر على الله ربنا عافين وعافيكم يا رب العالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فإحنا وصلنا للقطع صورة ديت إن الغلام راح للراهب فقال له حصل كذا كذا وأنا ضربت الدبة فقلت الدبة فعلمت أنك أفضل عند الله من الساحر فقال أي بني أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى وإفنا مع الجملة ديت عشان ناخد منها درسين درس الأولاني التواضع وعكس التواضع الكبري بقى نبعد عن الكبر ونلتزم خلق التواضع الدرس الثاني تشجيع طلبة العلم إن الشيخ شجع أستاذه حتى يكون نجيبا بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نلتقي غدا في نفس الموعد إن شاء الله مع روائع القصص وإساء الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع وأن يبارك في كل المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته